من حي إلى آخر أخذ العميلون الصحيون على عاتقهم المساهمة باستئصال مرض شلال الأطفال ضمن حملة التحصين ضد المرض والتي تأتي بعد تسجيل حالة مصابة وسط شريحة الأطفال الأضعف في المجتمع الأهمية من هذه الحملة هو مهور بعض حالات شلال الأطفال في مديرية الغريبة من الحواطق مديرية التبن وهي من الأسر النازحة الذين لم يسبق تحصينهم لهذا نريد أن نعمل تغطية كاملة لتحصين أطفالنا وحمايتهم من هذا الفيروس الغاتل أكثر من 159 ألف طفل دون سن الخامسة من العمر باتوا هدفا لجرعات التحصين ضد مرض شلال الأطفال على مستوى مديرية محافظة لحج حيث تسعى الحملة الطبية إلى تحقيق أكبر استفادة منها في المحافظة ضمن جهود الصحة العامة نحن سوف نستهدف معنا منازل نستهدف للمنازل والمنازل معنا 131 ألف منزل سوف نستهدفه على مستوى مديريات محافظة لحج أيضا معنا أطفال دون خامسة من العمر 159 ألف 334 طفل هذه الفئة المستهدفة سوف نصل إليها على مستوى كل منزل سبق هذه الحملة بخمسة أيام حمالات توعوية إعلامية مكثفة بقبل إدارة التثقيف بمكتب الصحة العامة والسكان من خلال تعرف بمرض شلل الأطفال وذلك تمهيدا لنزول الفرق إلى الميدان وهو ما يساعد على تكثيف الجهود المجتمعية وتكاملها بشكل عام في القطاعة الصحية والإعلامية لموجهة هذا المرض وأيضا في أيام الحملات بيكون شغلنا مع الفرق وأيضا إشراف على العمل وإذا كان في أي حالات رفض من النازحين أو المهمشين أو من المواطنين سوف يتم نزول فريق مدرب ليقناعوهم إن شاء الله خلال هذه الحملة وهي الإعلان عن أهمية التحصين وحكي الأهالي بتطعيم أطفالهم حلال الحملة تؤكد المعلومات الطبية أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد علاج لمرض فيروس شلال الأطفال إلا من خلال الوقاية منه وذلك عبر أخذ جرعات التحصين والتي تكسب الطفل مناعة ضد هذا الفيروس اختار شعتل لقناة بلقيس محافظة الحملة